السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو نهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل شال مسلس سهل وبسيط جدا لكن جميل في نفس الوقت هتمنى يا رب ان هو ينول اعجبكم. ما تنسوش ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هشتغل معكم بخيط صوف متوسط الصمكة مع ابرى رقم تلاتة ونصف ملي متر. يقدر نشتغل الشال النهاردة بخيط آآ سيدة او نشتغل بخيوط شنجام لونا. هيدينا نتيجة حلوة في كلتا الحالتين. بالشكل دوت هسيب بس مسافة من الخيط وبتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية بارتفع بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هسيب اربع سلاسل وهعتبرهم عمود باتنين لفة وهلف الخيط على الابرة لفة واحدة وهبتدي اشتغل عمود بلفة واحدة في الفراغ رقم خمس. عندي كده عندي حلقة على الابرة ولفيت لفة واحدة بقوا حلقتين بسيب واحد اتنين تلاتة اربعة. وبدخل في لي رقم خمسة اسحب الخيط واخرج معي حلقة تلات حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج من حلقتين بيتبقوا معينا حلقتين. بلف الخيط واخرج من. كده اشتغلت ايه? بقى انا كده معي عمود باتنين لفة واشتغلت كمان عمود بلفة واحدة. هاخد تلات سلاسل مسافة. واحد اتنين تلاتة. واشتغل كمان في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة. وعمود بلفتين كمان في نفس الفراغ. طيب اشتغل بنشتغل ازاي غرزة العمود بلفتين بيكون عندي على الابرة حلقة بلف واحد اتنين. وابتدي ادخل في نفس الفراغ. اسحب الخيط واخرج. معي على الابرة اربع حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين. بقوا تلاتة الف الخيط واخرج من حلقتين. بقوا اتنين الف الخيط واخرج من حلقتين. كده بكون كونت السطر الاول زي ما احنا شايفين يا بنات. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه بارتفع ستة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والفي شغل الناحية التانية. في نفس الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه باعتبر ستة سلسلة دول عبارة عن ايه? عبارة عن عمود باتنين لفة. وآآ عندنا بعد منهم سلسلتين مسافة. هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ الاول بدخل اشتغل كمان عمود بلفة واحدة. بعد منه باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين. هنزل هنا عند التلات سلاسل اللي في المنتصب فعد واحد وفي سلسلة رقم اتنين. ببتدي اشغل غرزة حشو. واحد اتنين سلسلة. وبكرر تاني ان بروح بقى الاول فراغ عندي اللي هو اخر سلسلة ارتفاع هنا. هشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. هنا طبعا ده العمود ده لا بسيبه. بروح بقى الاخر سلسلة ارتفاع من الاربعة واحد اتنين تلاتة دي رقم اربعة. بشتغل عمود بلفة. سلسلتين واحد اتنين. واروح اشتغل عمود باتنين لفة في نفس الفراغ. بالشكل ده بكون كونت السطر رقم اتنين زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعي اربعة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة. هليف شغل الناحية التانية. الفراغ الاول هشتغل كمان عمود بلفة واحدة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وكمان عمود في نفس الفراغ بلفة واحدة. هيقابلني العمود اللي تحت باشتغل فوقي غرزة حشو. ارجع. اشتغل على الغرزة الحشو اللي تحت دي عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وكمان في نفس الفراغ عمود. ارجع. اشتغل على العمود اللي تحت هنا غرزة حشو. الف الخيط على الابرة وبعد السلسلة طبعا الاخيرة رقم آآ واحد اتنين تلاتة اربعة اهي. هبتدي اشتغل فيها عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ كمان عمود بلفة. والف الخيط على الابرة مرتين وفي نفس الفراغ بدخل اشتغل عمود باتنين لفة. بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين. طبعا وفي تدخل في الاشكال بس في النهاية بتدينا شكل جميل جدا. الشل بتاعنا بيكون يعني بشكل غرزة مفرغة. بداية السطر اللي جاي بكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. باعتبر منهم اول اربع سلاسل باعتبرهم عمود وسلسلتين اللي بعديهم سلسلتين مسافة ما بين العمود الاول اللي هو بيكون باتنين لفة والعمود التاني وبيكون بلفة واحدة. هلف على خيط الخيط على الابرة. مرة واحدة. وبدخل فراغي هو هو اسحب الخيط واخره واشتغل العمود بلفة. ارجع اخد سلسلتين واحد اتنين. هنزل عند السلاسل التلاتة في رقم اتنين بعد رقم اتنين بدخل اشغل غرزة حشو. سلسلتين واحد اتنين وهروح فوق غرزة الحشو اللي عندي هنا في المنتصف اشغل العمود. سلسلتين واحد اتنين وهروح فوق السلاسل التلاتة في منتصف هنا. بشغل حشو. سلسلتين وفوق الحشو بشغل غرزة عمود بلفة واحد. سلسلتين وهبص هلاقيه عندي هنا السلاسل التلاتة. بشغل حشو. سلسلتين. هروح لاخر فراغ عندي هنا اكون عمود بلفة واحدة. زي ما احنا شايفين سلسلتين واحد اتنين وفي نفس الفراغ عمود باتنين لفة. زي ما احنا شايفين. هيبتدي طبعا الشكل يزيد معنا ويوضح اكتر كل ما هتشتغل بنفس الطريقة دي بنكرر بيوضح معنا الشكل وبيبقى قد ايه جميل وسهل وبسيط في نفس الوقت. هرجع تاني بكرر. واحد اتنين تلاتة اربعة ورفي شغل الناحية التانية. في نفس الفراغ بكون عمود. بلفة واحدة. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وارجع تاني في نفس الفراغ. عمود. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بعد كده بروح لمكان العمود اللي عندي من تحت هنا. وبشغل فوق منه حشو. بعد كده لفو الخيط على الابرة فوق الحشو بكون عمود. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. كمان عمود في نفس الفراغ. اروح فوق العمود اللي تحت وانزل بحشوة على طول. ما باخدش سلاسل ما فوق. هلف الخيط على الابرة فوق الحشو عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة كمان في نفس الفراغ. عمود. فوق العمود بنزل بحشو. يعني بعكس الاماكن. ارجع لفو الخيط على الابرة فوق الحشو بشغل عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة عمود في نفس الفراغ. وفوق العمود بشغل حشو. بعد غرزة الحشو بروح على طول مباشرة هشتغل ايه? هشتغل في بسيط سلسلتين واحد اتنين. وهروح في الفراغ اللي بعدهم. اشتغل عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ كمان عمود بلفة. وفي نفس الفراغ كمان بشتغل عمود باتنين لفة. واحد اتنين وبادخل فراغي هو وهو. اشتغل عمود باتنين لفة. اتنين. تلات مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. السطر اللي جاي تاني برجع قرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هلف شغل الناحية التانية. في نفس الفراغ الاول بشتغل عمود بلفة واحدة. ارجع اخد سلسلتين واحد اتنين. وبعد ما بناخد سلسلتين يا بنات بروح ليه التلت سلاسل اللي عندي من تحت في سلسلة رقم اتنين. او من منتصف كده بالزبط بشتغل غرزة حشو. سلسلتين واحد اتنين. وفوق غرزة الحشو نفسها اللي عندي بروح اشتغل غرزة عمود بلفة. سلسلتين واحد اتنين فوق التلت سلاسل بشتغل حشو. واحد اتنين سلسلة والف الخيط على الابرة وفوق الحشو بشتغل عمود. سلسلتين وحشو فوق السلاسل التلاتة. سلسلتين وليف الخيط على الابرة فوق الحشو عمود. سلسلتين حشو فوق التلت سلاسل. سلسلتين. عمود فوق الحشو اللي تحت عندي في المنتصف. سلسلتين. وعندي هنا في المنتصف السلاسل. حشو سلسلتين. وهروح فوق الهرزة الاخيرة من العمود رقم آآ باتنين لفة بشتغل عمود زي ما احنا شايفين. بقرر بزبط زي ما اشتغلت ايه بداية السطر. سلسلتين عمود باتنين لفة. وشغل كله خلاص بقى بيكون تكرار السطر الرقم كام يا بنات بصوا. بيكون السطر رقم اتنين وتلاتة. بافضل اقرر اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. في نهاية الشغل تعملي شرشيب او تشتغلي باي اطار انت حباه. بتكراري طبعا بنفس الطريقة. وزي ما قلتلكم سواء هتركيبي شرشيب او هتعملي اي اطار او مش هتركيبي اي حاجة خالص. وفي النهاية بس بتركيبي هنا مجرد شرشوبة واحدة بس. بيكون حلو جدا وجميل. سهل وبسيط. فكرة جديدة آآ مميزة مفرغ زي ما احنا شايفين. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم. وكمان ينقل اعجابكم. ما تنسوش ازا عجبكم الفيديو تدعموني. بلايك وشيروا سبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من ويو. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرش ومسلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.